طيب دكتور هل بيتم مثلا تكثيف تواجد هذه العربات المتنقلة في محافظات معينة بحسب الكثافة السكانية فيها مثلا نحن نتكلم عن مبادرة بدأت من 2019 فإحنا فعليا دي هي استمرارية واستدامة لكن احنا تقريبا غطينا كل المحافظات منذ بدء المبادرة زي ما قلت حكذا اكتر من 20 مليون سيدة استفادوا من الخدمات لكن احنا دايما حريصين على الاستمرار لانه هذا المستهدف هي السيدات من سن 18 سنة ففاعدا وبالتالي في كل سنة بيبقى عندنا اعداد جديدة بتدخل في هذه المرحلة العمرية بنبقى حريصين على الاستدامة وايضا على تكرار البحوصات والكشف لان ده موضوع مهم جدا وهو الكشف الدوري للسيدات على الصدر عشان او على منطقة الصدر عشان لا قدر الله ما يبقاش يتم اكتشاف اي خلل او مرض في مراحله الاولى زي ما اصبح معلوما من الطب بالضرورة انه اورامة فادي عندما يتم اكتشافها في مراحلها الاولى نسبة الشفاء منها تتجاوز 99% ودي شيء مهم جدا وهنا الحمد لله من خلال هذه المبادرة ادرنا ان احنا ننزل معدلات الاكتشاف في المراحل المتأخرة من 79% قبل بدء المبادرة يعني كانت 79% من السيدات بيكتشفنا الاصابة بهذا المرض في مراحله المتأخرة في المرحلة الثالثة والربعة النهاردة الحمد لله بقت نسبة الاكتشاف في المراحل الاولى المرحلة الاولى اللي هي نسبة الشفاء فيها عالية جدا هي اللي بقت 79% تقريبا طب يا فاند هل النسبة دي 79% دي لو الكشف في المراحل الاولى او العلاق في المراحل الاولى هي دي النسبة اللي عندنا او نسبة وجود سرطان السادي في مصر لا لا خالص احنا بنتكلم على لو انا عندي النسبة هي واحد صلبية على سبيل المثال انا بدي رقم للمثال هي النسبة ليست كذلك لكن بقول لو انا قلت انه في عندي مئة سيدة لا قدر الله وصابين بامراض السادي بورم السادي كان زمان بنكتشف 79 منهم بعد ما يكونوا وصلوا للمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة اللي هي بتحتاج تدخلات راحية كبرى وقد تصل الموضوع الى انتشار الورم في بقية الجفت هل حاليا احنا عندنا اي بيان يقول لنا احنا عندنا بمعدل قدقية الاصابة وبالتالي كمان اكيد فيه احنا عندنا عدد المستفيدات من هذه المبادرة عشان نعرف بس احنا وصلنا لأني مرحلة انا بقول لحقي احنا عندنا عدد المستفيدات من هذه المبادرة زادوا عن 20 مليون 866 ألف نسبة ترددهم زيارات 42 مليون 548 896 زيارة من العشرين مليون دولة عدد الحالات المصابة هي 22 ألف فلا الارقام واضحة والنسب واضحة عندنا لكن هو الفكرة العامة حضرتك انه انا بقيت دلوقتي بكتشف الاصابة في المرحلة الاولى وبالتالي بضمن 99% شفاء زمان كانت الاصابة بتكتشف في المرحلة الثالثة والربعة اللي بيكون السرطان او الورم انتشر فيه بقية الجسد ويبقى صعب جدا علاجه فالتقدم الحقيقي هو ان واحد من الامراض الاكثر شيوعا على مستوى العالم في السيدات اصبحنا من خلال المبادرة الرئاسية دي نستطيع ان نقدم له علاج بنسبة 99% تقريبا وتعود السيدة الى حياتها الصبيعية بدون اي مشاكل